وصفة النهاردة ناس كتير كانت فاكرها صعبة النهاردة هنعمله بكل سهولة وبدون خطوات كتير من غير لسلق ولا فويل ولا كمان استراتش هنعمل الحمام الكذاب وبأحلى خلطة رزة هتكلوها في حياتكم متأكدة لما تجربوه هيعجبكو جدا جدا لأنه فعلا يستحق التجربة أنا رادو واسراج لو أول مرة تنوروني في القناة وبعد تنسوا اللايك والشير لو عجبكو الفيديو يلا قبل ما نبتدي للوصفة بتاعت النهاردة نصلى للرسول ونشوف المقادير وطريقة التحضير أول حاجة جبت الوراك وخلاتها من العظم الكمية دي كلها أنا اللي خليها هسيب لكم لينك أسفل الفيديو لو حبت طريقة لكن لو أول مرة تعمليها أو مش عارفة نخلي الرابل بتاع الفراخ يخليها لك بس قولي له أنا عاوزها للحمام الكذاب عشان يحتفظ بمنطقة الدبوس دي مقفولة ولما نيجي نحشات بقى شبه الحمامة زي ما نتو شايفين كده يخسليهم بقى بالخالي والملح واللمون بعد ما تنظفيهم وصفيهم في البولة هننزل بالبصل وعليهم معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة سكر تسرع في السوا قلبي كل المكونات كده مع بعض البصلوية كويس قلبيها في الملح والفلفل ونزلي بالوراك وتبليها الخطوة دي بتفرق جدا جدا في الطعم يعني لما تيجي تكلي لحم الوراك بيكون متبهر معاك كده ومتتبل مع الرز عكس لما نيجي نحشيهم كده على طول طب ليه بقى من كل الاتجاهات وقاللي بيهم كويس جدا جدا من فوق لتحت ومن تحت الفوق واسيبيهم على جنب لحد لما نشوف باقي خطواتنا طبعا أنا كنت مجهزة الكبد والأوانس كنت منضفها كويس قوي وكنت ضيفة حل على النار فيها مية وسبتها تغلي وانزلت بعصرة لمون أنا ليه طريقة خاصة كده في موضوع الكبد والأوانس فبحبش اضوفهم نايين الحقيقة بنزل بيهم في المية السخنة واللمون نسيبهم 3-4 عدية واسيبهم يبردوا بعدما صفيهم وقطعهم كطع بيطلعوا كطع كده متساوية عكس لما نيجي نقطع الكبده فتكون مهرية معيه وكمان بتشيل أي زفورة هاتي بقى حلاء أو طاصة زيت على سمنة ورق لورة عدام من الارفاء الخشب وانزلي في الكبب بصلتين كبار اضربيهم فارم خشن او ممكن تقطعهم على ايدك شوحي البصل لحد لما يدبل معاك وانزلي فصلين طوم بيفرقوا جدا جدا في طعم ورحت الرز وعليهم بقى ملح وفلفل اسود حبان ورق لورة متحرين بودر على بعض مكعب مرأ سبع بغارات بابريكا وبغارات الفراخ ممكن لو تضيفي رشة بسيطة من القرفة او الجنزبيل براحتك خالص انا ضفت برضو جنزبيل واستكفيت بعدان القرفة الخشب مبحبش ازود القرفة قوي في الرز ده وعليهم كده معلقة من هارسة الفلفل الاحمر عشان ادلع الرز بتاعنا لو مش متوفر عندك قطعي فلفلية كده حمية او برده دي كتست جميل وانزلت بالكبدة عليهم ربع كباية من الماء عشان يكملوا سواهم هم قردي مستويين فمش هياخدوا وقت تماما النار بتاعتك تكون متوسطة وهنسيبه ومستوي شايفين استوي تماما غسلت ثلاث كبايات من الرز المصري عادي خالص بدون نقع ولا اي حاجة وصفته منزلت بهم وعليهم رشة من جسط الطيب قليبي كل المكونات كده على بعدش ان الرز يفلفل ويلمع معاكي قليبي يعني في الزيت والسمنة شايفين طريقته سهلة جدا انا زودت شوية رز لاني بحب اكله مع الحمام الكدام لكن انتي لو حبت الرز على القد هنقلل الكمية شوية على حسب كمية الوراكل هتعمليها برضو مفيش منع تزاودي شوية من الرز تكلوه مع الحمام وشوية سلطة خضرة وتبقى واجبة جميلة قليبنا خلاص الرز كويس ونزلنا بالمية السخنة حوالي كباية ونص المهم من المية ما تتخطاش تثبت الرز قليبي وهدي بقى النار وغطي وسيبيه يستوي نص سوى انا مش عاوزاه يكون مستوي سوى تام اظن واضح في الكاميرا ان هو مش مستوي على الاخر جهزت سرفيز جنبي او اي بولا ونزلت بكمية الرز اللي يلزمني اللي هنحشي به الوراك ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة عليكم والباقي هوريكم نسويه ازاي ان شاء الله هنقدمه بطريقة حيلة قوي في نهاية الحلقة هنضيف المية السخنة ونهدي النار خالص والشياطة ونغطي عليه ونسيبه يستوي جهزت البلانشة او اي سرفيز عشان نحشي عليه بدأت اقضيف الرز شوية بشوية مش بحشي طبعا على كمية الرز كلها كل لما احتاج اضيف افردي الورك وبدأي احشي منطقة الدبوس اول حاج عشان يديني شكل الحمامة كبسيها كويس وضيفي الرز وبعد كده لفي الرول على ديق مش على واسع يعني اضغطي كده بايدي كنتي بتلفي وبعد كده يتقفلي بخلة او بخيط انا الحقيقة ما بحبش للفويل ولا للستريتش ولا كل الغلبة دي عاوز اسهل عليكم الموضوع انا هنا هاقفل بالخيط على خفيف كده مش لازم كتير يعني مجرد ان انا اقفل على الرز لان انا كان عندي الخلة شوية صغيرين مش هيكفل كمية كلها لكن لما بيكون متوفر عندي باستغنع عن الخيط تماما وباقفل بالخلة الشوية اللي كانوا فضلين عندي كانوا يدوبك هيكفوا ان انا اقفل الحمامية من فوق عشان الرز ما يطلعش نسيت وانا بقولك وانا بخلي الحمام كنت بفتح اللحم كده على خفيف بالسكين عشان يفرد معايا الورك اهم حاجة ما نوصلش عند الجلد لان لازم نحافظ عليه لان هو اللي بيساعدنا ان احنا نقفل على الورك كويس جدا ورز ما يطلعش ويديني شكل الحمامة ولو حتى بتاع الفراخ هو اللي هيخليها قوليله حافظ على الجلد على قد لما تقدر شايفين انا بقفل بالخيط او الخلة المتوفر عندك وبياجي على الجزء اللي فوق بقفل بالخلة وكل الكمية تخلص بالطريقة دي المرة دي برضو انا مش هسلوق ولا حاجة انا كنت عاملة معاكم مسلوق هسيبلكم اللينك اسفل فيديو لو حبه لكن انا هدخله الفرن عشان اسهل عليكم قطعت حلقات من البصل والفلفل وضفت عليهم حاجة بسيطة خالص من الملح والفلفل الاسود وقلبتهم وبدأت ان انا افردهم زي ما انتم شايفين في نهاية الصينية رصي بقى الحمام بتاعي الجنب بعد ما تسيبيش فراغات وجبت بولة ضفت فيها معلقة كبيرة من الكاتشاب على دبس الرمون وقلبتهم وهنعمل دهنة بسيطة خالصة على الوجه بالفرش عشان يديني لون جميل بعد الشاوي لما نضيفهم يعني في الشاوية شوية هو اخيرا ربع كباية من الزيت برضو هيديك لمعة حلوة قوي وتراوة للحم سخني الفرن بتاعك ابيعه بربع ساعة على اعلى درجة حرارة متين اعليه من الرف الاسفل درجتين وضيفي الصينية بعد ما اضغطيها وبعد اربعين دقيقة اكشفي الفويل وسيبي الحمام يستوي وبعد كده هنفتح الشاوية من 7 الى 8 دقايق لحد لما يطلع بالمنظر اللي انتو شايفينه ده اظن ما فيش اسهل ولا ابسط من كده عاوز اقول لكم راحتو تجنن وطعمه بالخلطة اللي احنا عاملينها للروز رهيبة تعالوا بقى وليكم بنفك الخط ازاي بكل سهولة لو مش متوفر عندك خلة هاتي المقص وقصي كده هيطلع الخط معاك بطريقة سهل قوي زي انت بقى الطبق بتاعي اللي هنقدم فيه بالبقدونس وبدأت ان انا اجيب الفرشة الدهون اللي كانت نازلة بعد السوى ألمع بيها واجه الحمام عشان يكون شكله جميل في التقديم شايفين شكله طحف ازاي زيني بقى بالبقدونس ودقوا احلى حمام كذاب هتكلوه في حياتكم خطير تعالوا بقى وريكم الرز بعد السوى اللي احنا كملنا سوى لو حابة تزودي شوية رز تكلوه مع الحمام شوية بقى صلطة خضرة او كمان تعملي مخلل هيبقى حلو قوي شايفين الرز مفلفل وخطير تعالوا بقى اقطع الحمام من جوه مش هتلاقوا ودر وصداية مع الجنة وتحدي اظن كل حاجة واضحة في الكاميرا الرز مفلفل وجميل جدا واللحم بتاع الفراخ جوسي ومتبخر حاجة كده بجدة عظمة الوصفة دي تستحق منكم ان انتو تجربوها واظن انا بسطت الموضوع عليكم ولا نحتاج لسل ولا فويل ولا ستريتش ولا كل الغلبة دي صرقته بسيطة وسهلة جدا للناس اللي كانت فكرة صعب وانتو كده بتتفرجوا ياريت ما تنسوناش في لايك للوصفة الحلوة دي لو الفيديو عجبكو كمان الشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب باسم ماب خرد وسرق استودعكم في امان الله انتظروني في حلقات جاية كتير والسلام عليكم